أستاذة نغم كانت بتسأل في صورة المنافقون إنه جاء في لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فبتقول يش معنى هنا الصياق الآية أتى بذكر الصدقة دون باقي التكاليف الشرعية لأنه لو نظرنا إلى الآية كلها من أولها الأخيرة اللي حضرتك أمتي بتلوتها إنه بداية الآية كان جاءت فيها الأمر بالإنفاق فمن الجهة التناسب الموضوعي نسب ذلك إنه يكون شامل لكل إنه يبقى موضوع الآية عن مسألة الإنفاق وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين فناسب إنه مع بداية الآية يكون الختام برضو في هذا المعنى وبالنسبة لي في التشاهد حريك بتقولي إحنا ليه يبقى في صلاة وسلام على سيدنا إبراهيم لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه زي ما هو معروف واجعل لي لسان صدق في الآخرين فظل ذكره دائم وكذلك إنه لما قابل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في رحلة المعرش في السماوات وسيدنا إبراهيم أقرأ أمة النبي كلها السلام فإحنا كمان لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله فنبه وأقرأنا جميعا السلام فردت عليه كمان الأمة السلام إلى يوم الدين في صيغة التشاهد كما نسلم عليه يا صاحبة السؤال